ذكرى الخامسة والتسعين لتأسيس الشرطة العراقية بعث رئيس الجفحة التركمانية العراقية الناب أرشد الصالحي برقية تهنئة إلى قادة وضباط ومنتسبي الشرطة بهذه المناسبة. كما قدم فرعا كاركوك وصلاح الدين للجفحة التركمانية التهنئة إلى كافة منتسبي وزارة الداخلية خصوصا في مديرية شرطة محافظة كاركوك ومناطق تركمانيلي. بمناسبة ذكرى التاسع من كانون الثاني عيد تأسيس الشرطة العراقية بمناسبة ذكرى التاسع من كانون الثاني عيد تأسيس الشرطة العراقية بعث رئيس الجفحة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي برقية تهنئة إلى قادة وضباط ومنتسبي الشرطة جاء في البرقية إلى إخوان قادات وضباط ومنتسبي وزارة الداخلية أتقدموا إليكم جميعا بالتهنئة القلبية الخالصة بمناسبة عيدكم الخامس والتسعين دعينا المولى تعالى أن يوفقكم لمزيد من الخير وليثبت أقدامكم ويزيدكم تفانيا وإخلاصا وتطورا لخدمة بلدكم وحماية سلمه الأهلي وأمنه وازدهاره الاقتصادي وقال الصالح إن الشرطة بدمائها حفظت على أمن البلاد وشعبه ولا زالت تضحي بمنتسبيها من أجل إعادة الاستقرار التام في البلد كما ترحم الصالح على شهداء الشرطة الذين استشهدوا خلال تصدهم للقوى الإرهابية كما قدم مسؤول فارع كاركوغ للجبهة التركمانية العراقية قاسم قزانش في بيان له التهنئة بمناسبة ذكرى تأسيس الشرطات العراقية وقال قزانش نتقدم بأسك التهاني والتبركات لجميع منتسبي وزارة الداخلية قادة وضباط ومراتب وخصوصا مديرية شرطة محافظة كاركوغ وجميع قادة وضباط ومنتسبي الشرطة التركمان سائلنا الله العلي القدير أن يحفظهم ويسدد خطاهم وينصرهم على الأعداء في مهمتهم الوطنية المقدسة قد تسح فرن ترجمة نانسي قنقر